موسيقى مساء الخير بعد عدة أسابيع على اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل يزور نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس المنطقة لمحاولة الحديث عن أفاق السلام أو ما تبقى منها نتناول بالتحليل هذه الزيارة في حلقة الليلة من استراتيجي مع ضيفي الأستاذ حمادة فرعني عضو مجلس النواب الأردني الأسبق أهلا بك أستاذ حمادة مساء الخير سأبدأ مباشرة بهذه الزيارة التي حصلت قبل أيام برأيك لماذا زار مايك بنس المنطقة؟ لسببين السبب الأول أنه يريد زيارة المستعمرة الإسرائيلية دعما وتأييدا للمشروع الاستعماري التواسع الإسرائيلي وفي السياق أخذ فيه طريقه القاهرة وعمان لماذا القاهرة وعمان؟ بكل بساطة لأنهما وقعا اتفاقية سلام مع المشروع الاستعماري التواسع الإسرائيلي ولذلك هو أراد أن يقول برسالة غير مباشرة أن قرار الرئيس ترامب بوقف المساعدات عن الدول التي صوتت مع فلسطين ضد الولايات المتحدة الأمريكية لن يشمل مصر والأردن لماذا؟ لأن مصر والأردن وقعت معاهدات سلام ولذلك لا يريد أن يمس بهذا الموقف الأردن على الرغم من علاقاته الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الرغم من أنه يتلقى أكثر من مليار دولار مساعدات من الولايات المتحدة الأمريكية ومن المتوقع الآن في مفاوضات لأن تشمل لأن تصل إلى 1.5 مليار دولار ولمدة 5 سنوات ومع ذلك الأردن كان رأس الحربة في مواجهة سياستي ترامب ونيتنياهو في متعلق بموضوع الاعتراف ونقل السفارة ولذلك الولايات المتحدة بهذه الزيارة تريد أن تقول أن العقوبات الأمريكية لن تشمل القاهرة وعمان وبالتالي نحن بهذا الاتجاه نسير في الحفاظ على العلاقات مع القاهرة وعمان ولكن الحقيقة الزيارة الرئيسية هو أراد أن يقول في فلسطين في البرلمان الإسرائيلي ما أراد قوله طيب الإسرار على تأييد الموقف الإسرائيلي والإسرار أيضا على تأكيد أن القرار الأمريكي لم يكن قرار ترامب لم يكن قرار الإدارة الأمريكية كان قرار للإدارات الأمريكية مجتمعة الكل متفق على هذا القرار برأيك هل هذا يدل تحديدا على أن داخل البيت الأبيض وداخل الإدارة الأمريكية لا خلاف على موضوع نقل السفارة؟ لا أولا هذا القرار لم يكن قرار الإدارات الأمريكية المتعاقبة بدلالة أن الرئيس بوش ورئيس كلانتون ورئيس أوباما على رغم نوجود قرار للكونغرس وعلى رغم من وعودهم الانتخابية بنقل السفارة والاعتراف بالقدس كعاصمة للمستعمرات الإسرائيلية لم ينفذوا هذا القرار حينما وصلوا إلى البيت الأبيض وجدوا أن القرار يصطدم مع مصالح ومع مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في تعاملها مع البلدان العربية وأيضا في تعاملها مع الجانب الفلسطيني ولذلك استنكفت كل الإدارات الأمريكية منذ أن اتخذ الكونغرس قراره في أب 1995 للاعتراف ولنقل السفارة ومع ذلك الإدارات الأمريكية لم تتجاوب مع الكونغرس مع الأسف الكونغرس الأمريكي أكثر يمينية من الإدارات الأمريكية الكونغرس الأمريكي أكثر انحيازا للمشروع الاستعماري التوسع لإسرائيل حتى من الإدارات الأمريكية حتى من هذه الإدارة؟ حتى من هذه الإدارة الكونغرس يعني الآن هناك انتخابات مقبلة في سهر أيار أظمي ولكن علينا أن نتذكر أن الكونغرس وخصوصا بول ريانا هذا وزير رئيس مجلس النواب دعا نتنياهو لإلقاء خطاب في مجلس النواب على رغم من عدم معرفة الرئيس أوباما وعدم رغبته ومع ذلك نتنياهو هاجم الإدارة الأمريكية وهاجم الرئيس أوباما على غير كل التقاليد الدبلوماسية في العالم أن يأتي رئيس أجنبي ويهاجم رأس الدولة في مجلس النواب هذا بيدلل على مدى نفوذ أولا الطائفة اليهودية ونفوذ الطائفة اليهودية الحقيقة له عوامل يعني أولا قدراتهم المالية وثانيا نفوذهم على الإعلام وثالثا الآن الاتجاه الذي قاد الانتخابات ولعب دور في نجاح الرئيس ترامب هو أن الطائفة الإنجيلية وهي الطائفة المسيحية التي تؤمن بأرض المعاد وتنحاز لليهود بمثلها النائب الرئيس مايك بانيس والسفيرة نيك هيلي هذول الاتنين في الإدارة الأمريكية بمثلوا هذا الاتجاه الديني بين قوسين المتطرف بمثلوا حوالي 60-70 مليون أمريكي وإضافة إلى اليمين الأمريكي المتطرف وثالثا اليهود مباشرة ومثالين بثلاث أشخاص الآن في إدارة رئيس ترامب اللي هو زوج بنته كوشنر والسفير المفوض جرين بلات والسفير اللي عينوا في تل أبيب شو اسمه فريدمن هذول الثلاثة بمثلوا اليهود مباشرة يهود وهم مش بس يهود هم مستوطنين يعني اثنين منهم اللي هم ببيوت واحد ساكن في القدس الشرقية واحد ساكن في رامالله يعني في المستعمرة في الجبل الطويل ولذلك هم من اليهود المستوطنين المتطرفين اللي بيحملوا جنسية إسرائيلية عندهم جنسية مزدوجة أمريكية وإسرائيلية هذا التحالف هو الذي قاد الائتلاف الذي أنجح ترامب ولذلك ما فائدة أن يتحدث بنس عن تمسك الولايات المتحدة بخيار الدولتين بعد قرار واشنطن من أقل السفارة تحدث عن ذلك في القاهرة وفي عمان نعم هذا صحيح يعني حتى نتنياهو يعني من شهر 2009 في جامعة بار إيلان تحدث عن حل الدولتين ولكن ممكن نتحدث يعني في ضوء يعني متابعتي ما هو حل الدولتين في نظر يعني نتنياهو فلذلك فيما تعلق بحل الدولتين هذا قائم ولكن شو مضمون حل الدولتين ما هي جغرافية حل الدولتين هذا هو الفرق الجوهري الذي تعمل الإدارة الإسرائيلية على خلق وقائع على الأرض هذه الوقائع هي التي تصنع حل الدولتين بحيث لا تتوفر الإمكانيات حقا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة عام 1967 حل الدولتين يرتكز على قرار مهم في الامم المتحدة هو 2-4-2 ألم تكن الولايات المتحدة جزءا من هذا القرار هذا صحيح ولكن هناك تضليل على أن 2-4-2 يلعبون بالألفاظ أنه انسحاب من أراضي أو من الأراضي ولكن في النهاية أستاذ عماد الذي يتحقق الأرض هو موزين القوة القوي هو الذي يفرض سياساته وبرامجه الآن المشروع الاستعماري التوسع الإسرائيلي في موقع القوة في مواجهة المشروع الوطني الديموقراطي الفلسطيني المشروع الاستعماري الإسرائيلي يمتلك ثلاث مقومات للقوة لا تتوفر للفلسطينيين أولا قدراته الذاتية قدراته البشرية التكنولوجية الاستخبارية الاقتصادية السياسية متفوق فيها على إمكانات الشعب الفلسطيني المتواضع ثانيا يمتلك نفوذ اليهود في العالم وخصوصا في أمريكا وفي أوروبا ومع الأسف على الرغم من الدعم العربي والإسلامي وحتى المسيحي للفلسطينيين ولكن هذا لا تتوفر القدرة والإمكانية وأن تشكل العوامل العربية والإسلامية والمسيحية رافعة لنظار الفلسطينيين ثالثا الولايات المتحدة الأمريكية بإمكانياتها هي تشكل غطاء للسياسات الإسرائيلية ولذلك هذه العوامل الثلاثة التي يملكها المشروع الاستعماري التوسع الإسرائيلي هي التي تفرض السياسات على الأرض ولذلك مشروع حل الدولتين وفق متابعاتي وقراءتي واطلاعي على دكتور صائب عريقات نشر جزء من هذه القراءة التحليلية والمعلوماتية عن المشروع الذي سيقدم للفلسطينيين تحدث عنه جرين بلات وكوشنر مع القيادة الفلسطينية وأيضا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أيضا نقل ذلك للرئيس الفلسطيني محمود عباس نقطة السلطة اسمح لي أسألك عن زيارة بنس هل بالفعل السلطة الفلسطينية رفضت استقبال نائب الرئيس الأمريكي عام أن الرئيس الأمريكي غير من مخططاته باتجاه هو غير بعد أن رفضت السلطة الفلسطينية ماذا تملك السلطة على الأرض لترفض لقاء نائب رئيس الأمريكي تملك أنها لا تستقبله في بيت لحم كان مده يزور بيت لحم على طريقة الرئيس ترامب الرئيس ترامب لم يذهب إلى رام الله رئيس ترامب ذهب إلى بيت لحم مستقبل الرئيس الفلسطيني في بيت لحم وكان يفترض بنس أيضا يزور بيت لحم ولذلك السلطة الفلسطينية رفضت وأيضا القوى السياسية والشعبية والبرلمانية والبلدية قررت أنه إذا وصل فهم يواجهوا بالبيض والمندورة والمظاهرات والآخرين ولذلك هذا عزز من موقف السلطة الفلسطينية المسبق باتخاذ قرار بمقاطعة نائب الرئيس بنس ومقاطعة زيارته والإعلان مسبقا على عدم استقباله طبعا هذا القرار الفلسطيني لم يأتي فقط بسبب قرار ترامب ولكن قرار ترامب سبقه وألحقه بمجموعة من القرارات أولا بإغلاق سفارة منظمة مكتب منظمة تحرير فلسطينية تمثيل منظمة تحرير والقرار الثالث هو بوقف المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية حوالي 400 مليون دولار وأربعة وقف أو تجميد المساعدات المالية من قبل الولادة المتحدة الأمريكية للعروا ولذلك هذه القرارة الأربعة مرافقة مع قرار الرئيس بالاعتراف وبنقل السفارة هي التي دفعت المؤسسة الفلسطينية الرئيس الفلسطيني القيادة الفلسطينية لأن تتخذ قرار ليس فقط بعدم استقبال نائب الرئيس بانس بل أيضا باعتبار الولادة المتحدة الأمريكية لم تعد راعية وبالتالي أعلنت كما قيل أنها أصبحت شريك للمشروع الاستعماري التوسع الإسرائيلي لأنه صار هناك توافق وتفاهم وتطبيقات ما بين القرارات السياسية التي اتخذتها الإدارة الأمريكية وبين التطبيقات العملية على الأرض من قبل سلطات الاحترال الإسرائيلي لكن السلطة ماذا تملك من أوراق وهي تتلقى مساعدات 400 مليون دولار أمريكي الآن هل هناك خطوة مقبلة قد تكون التخلص من السلطة مثلا؟ التخلص من السلطة ما زال قرار يتداول من قبل حكومة المستوطنين حكومة نتنياهو ولكن لم يتخذ قرار لهذا الوقت بهذا الاتجاه فمازالوا يراهنوا على أن السلطة عبر الضغط عليها عبر إمكانيات أن يكون هناك ضغوط عربية على الرئيس الفلسطيني على منظمة التحرير على السلطة بإعادة الدور الأمريكي برعاية المفاوضات ولكن المهم أن ندرك الآن أن السقف الأمريكي الذي سيعطى للفلسطينيين حسب تعبير ترامب أنه نظف الطاولة نظف الطاولة من القضايا والعنوين الخلافية الجوهرية التي حالت دون تحقيق التسوية بين الفلسطينيين والإسرائيلين على طاولة المفاوضات منذ تموز 2000 في كام ديفيد وبالتالي لا الرئيس كلينتون حقق نجاحات للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية بين الرئيس الراحل ياسع عرفات ويهود باراك ولا الرئيس بوش حقق نجاحات بين الرئيس أبو مازن ويهود أولمارت في أنابوليس في سنتي 2007 و2008 ولا أيضا أوباما في ولايته الأولى من 2009 إلى 2013 برعاية جورج ميتشيل مستشار والسناتور جورج ميتشيل من 2009 إلى 2013 ولا أيضا بعد أن تغير جورج ميتشيل وجاء جون كاري أصبح هو الراعي المباشر من بداية 2013 من يناير 2013 لغاية نيسان نهاية شهر نيسان 2014 لم تتحقق كل النتائج لم تتحقق أي نتائج لاختراق القضايا الجوهرية ولذلك جاءت رب سلفا تقصد لنوضح أستاذ حمادة القدس واللاجئين والحدود نعم لا لا يعني أولا حسم قضية القدس بأنه هذا هو أعلن في 6 ديسمبر في 6 كانون أول أنها العاصمة ونقل السفارة ولكن أيضا في 3 واحد في 3 كانون ثاني 3 يناير أعلن أنها القدس لم تعد قضية على طاولة المفاوضات حسمت هذه عاصمة المستعمرة الإسرائيلية فبالتالي أنهى موضوعة القدس عن طاولة المفاوضات ثانيا الآن يعمل على إنهاء قضية اللاجئين بتقزيم وجعل قضية اللاجئين ليست ذات شأن وبالتالي البحث عن كيفية توطينهم كيفية تسفيرهم كيفية إنهاء علاقتهم بالموضوع الفلسطيني وبالتالي بالنسبة لي كمراقب ومدقق والآخرين وبالنسبة للشعب الفلسطيني قضية اللاجئين لا توازي فقط القدس بلد أهم من قضية القدس القدس لها عنوانين للاهتمام العنوان الأول هي سيادة وأرض ولكن العنوان الثاني هو عنوان ديني إلى آخر ولكن قضية اللاجئين تعني نصف الشعب الفلسطيني نصف الشعب الفلسطيني الآن الشعب الفلسطيني حوالي 11 إلى 12 مليون نصفهم خارج فلسطين أكثر من 6 ملايين ولكن على أرض فلسطين هناك الآن 6 مليون ومئة ألف عربي فلسطيني إذن قضية اللاجئين تعني نصف الشعب الفلسطيني وهذه القضية أيضا لها قرارات بدءا من قرار حق عودة اللاجئين 194 مرورا بالقرار 236 اللي أقرت فيه الأمم المتحدة واعترفت أو قبلت عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة مشترطة تحقيق قرارين القرار الأول قرار التقسيم 180 أي يفرض على المشروع الاستعماري التوسع الإسرائيلي الانسحاب من الأراضي التي تحتلت عام 48 وهي توازي 78% من خارطة فلسطين إلى الإعادة إلى 54% من مساحة فلسطين هذا المطلب الأول والمطلب الثاني عودة اللاجئين حسب القرار 194 واستعادة ممتلكاتهم في اللد ويافة وحيفة وعكة وصفض وابير السبع إذن قضية اللاجئين عنوانين عودة البشر واستعادة الممتلكات وطبعا لاحق أنصار التعويض على المعاناة فلذلك قضية اللاجئين إلها قرارات صادرة عن أمم المتحدة فلذلك قضية اللاجئين توازي نصف الشعب الفلسطيني إذن تحدثنا عن قضية القدس وتحدثنا عن قضية اللاجئين مسألة الثالثة لها علاقة نعم كما تفضلت بالجغرافيا بالحدود وبالتالي هناك ثلاث مواقع جغرافية تعتبر من وجهة النظر الإسرائيلية الأمريكية أنها بتمسأ من إسرائيل وهي القدس والمستوطنات ثلاثة الثلاثة الغور هذه المواقع الجغرافية الثلاثة خارج النقاش ولذلك ماذا يتبقى وأين هي الدولة الفلسطينية الدولة الفلسطينية وفق المشروع الإسرائيلي هي قطاع غزة الأمريكي الإسرائيلي ربما هل الأمريكي الإسرائيلي هو قطاع الأمريكيون لم يعلنوا لم يقدموا خارطة بهذا الاتجاه لما تسمى الصفقة نعم ولكن حسب البرامج الإسرائيلي وفق الحكومة القائمة وحتى هناك تعارضات حتى في داخل الحكومة حول هذا المشروع اللي يتحدث عنه أولا الدولة الفلسطينية في قطاع غزة وثانيا يتبع لها مواطني الضفة الفلسطينية وليس أراضي الضفة الفلسطينية هذه أراضي يهودة والسامرة هذه أرض إسرائيل عليها بسكن فيها مواطنين أجانب غير قادرين على التخلص منهم ولذلك الحل بالنسبة لمواطني الضفة الفلسطينية أنهم من شعب فلسطين اللي قيادته في غزة ولماذا يقبلون بالدولة الفلسطينية بهذا المعنى قطاع غزة ومواطني الضفة الفلسطينية لتحقيق ثلاث أغراض الغرض الأول أنهم يتخلصون من الديمغرافيا هؤلاء في الضفة الفلسطينية حوالي ثلاثة مليون حوالي ثلاثة مليون هم غير أردنيين ولم يتحولوا إلى الإسرائيليين وبالتالي يريدون الحفاظ على فلسطينيتهم يعني تلبية يعني لرغبات وطموحات وتطلعات وأمان الشعب الفلسطيني أنه شعب فلسطيني لا هو أردني ولا هو إسرائيلي ولذلك هم يحققون هذا الغرض بالحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية للشعب الفلسطيني ثانيا هم يتحدثون عن الاستجابة للدولة للقرار الدولي بإقامة دولتين وهي الدولتين موجودين ولكنهم يعني الخلاف هو على الجغرافيا فلذلك يتخلصوا من الديمغرافيا ويستجيبوا للقرار الدولي وبالتالي بتكون النقاشات والحوارات بهذا الاتجاه والسيادة هي للإسرائيليين سواء فيما يتعلق بالجو أو بالمياه أو بالحدود بالحدود وبالأمن أعرف كيف ولذلك يعني هو كما سمى نتنياهو حكم ذاتي متطور أقل من دولة وأعلى من حكم ذاتي طيب سأسأل عن السلطة مرة أخرى هي الكيان السياسي الموجود الفلسطيني في الداخل ضمن هذا المشروع ربما أسمح لي أن أوصفه بأنه مشروع سوداوي ربما وهو أسوأ من السيء ماذا تملك السلطة الفلسطينية لإيقاف مثل هذا المشروع شكرا شوف أولا السلطة الفلسطينية تملك مصدر قوة واحد وقوي وعوامل مساندة المصدر الأول هو وجود شعب فلسطيني على الأرض الآن الصراع بين الروايتين بين الشعبين بين المشروعين يقوم على مفردتين الأرض والبشر المشروع الاستعماري التوسع الإسرائيلي امتلك التفوق والقدرة بفعل دعم وإسناد الأوروبا له أولا بريطانيا بقراراتها وفرنسا بأسلحتها وألمانيا بطعوضاتها المالية وبالتالي استطاع المشروع الاستعماري التوسع الإسرائيلي في المرحلة الأولى أن يكسب دعم أوروبا قبل أن تتحول الولايات المتحدة الأمريكية لتتبنى المشروع الاستعماري التوسع الإسرائيلي بالكامل ماليا وإقتصاديا وعسكريا واستخباريا والآخري فلذلك استطاعوا احتلال كل فلسطين ولكن لم يستطيعوا للآن طرد كل الشعب الفلسطيني مازال نصفهم موجود على الرغم من نكبة التمانية واربعين ونكسة السبعة وستين وترحيل نصف الشعب الفلسطيني إلى خارج وطنه مازال الشعب الفلسطيني نصفه على أرض فلسطين ستة مليون ومئة ألف في مواجهة ستة ونصف مليون يهودي إسرائيلي لعدد متقارب ماذا يمكن أن يفعلوا به أنك تتحدث عن صراع نعم تتحدث عن مقاومة ربما لا أنا أتحدث أولا عن البشر أهم يعني المقاومة الدعم الإسناد هذه عوامل مساندة أستاذ عماد أما العنصر الرئيسي هو وجود بشر يعني إحنا كل يتنا الآن كأردنيين وكعرب وكمسلمين ومسيحيين مع الشعب الفلسطيني شو دورنا في الصراع المباشر لا شيء إحنا دورنا أن نقدم الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني ولكن الذي يتحمل المسؤولية الذي يواجه المشروع الذي يتحدى يتصدى للاحتلال هو الشعب الفلسطيني المقيم على أرض فلسطين صحيح أن اللاجئين هم الذين ممثلا بالسلطة الدقيقة صحيح أن اللاجئين هم الذين صنعوا الثورة وليس الشعب الفلسطيني المقيم على أرض فلسطين اللاجئون في المخيمات هم الذين صنعوا الثورة أبو عمار وفتح جورج حبش والجبهة الشعبية نائف حواتمي والجبهة الديموقراطية وباقي الفصائل هم يمثلون الجزء المنفي من الشعب الفلسطيني ولذلك كانوا يعملوا على نقل الثورة بتجنيد الفلسطينيين في الداخل بقي ذلك حتى الخروج من بيروت عام 82 وانفجار الانفضاء الانتفاضة عام 87 إذن العنصر الأول الذي يمتلكه الشعب الذي يتمتلكه منظمة تحرير وسلطتها الوطنية هو وجود شعب على الأرض العامل الثاني الذي يمتلكه الشعب الفلسطيني هو قرارات الأمم المتحدة جميع قرارات الأمم المتحدة السياسية منصفة لصالح الشعب الفلسطيني رقم ثلاثة هناك أيضا دعم وإسناد للشعب الفلسطيني وهذا يعود إلى عدالة قضيته ولله لك انظر إمكانيات الشعب الفلسطيني المتواضعة والمتواضعة جدا ها ورغم الحروب البينية العربية ورغم الاهتمامات الدولية بقضيتين الإرهاب واللاجئين انظر بالتصويت في اليونسكو في الجمعية العامة المتحدة وحتى في مجلس الأمن يعني في اليونسكو أربعين دولة مع فلسطين ضد أربع دول في الجمعية العامة مية وتمنيه وعشرين دولة ضد تسعة شوف عظمة الولايات المتحدة الأمريكية فقط كان معها تمن دول وهي التاسعة غالبيةها جزر في المحيط الهادي عاربك خذ في مجلس الأمن مرتين في مجلس الأمن مرتين المرة الأولى كان بـ 8-12 ما جرى تصويت 14 دولة ضد الولايات المتحدة الأمريكية والمرة الثانية بـ 22-12 جرى تصويت 14 دولة ضد الولايات المتحدة الأمريكية لكن هل يجب المراهنة على ذلك في عالم تقوده اليوم الولايات المتحدة لا مراهنة أستاذ عماد قلت قلت أن أنت سألتني نعم في مداية قلت السكان الشعب الفلسطيني المقيم على عرض فلسطين وقلت أن العوامل الأخرى هي ثانوية مساندة ولكن بدون شعب فلسطيني على الأرض لا قيمة للقضية الفلسطينية القضية الفلسطينية قيمتها بوجود شعب فلسطيني موجود على الأرض الآن القرارات هذه لمصلحة الشعب الفلسطيني ومن هنا تسعى إدارة ترامب إلى إنهاء هذه القرارات وتصفيتها وتصفية نتائجها وتداعياتها ولكن وجود الشعب الفلسطيني على الأرض هو الأساس ولذلك الآن الشعب الفلسطيني كمان لديه قيمة معنوية بوجود التعددية الفلسطينية التعددية قيمة معنوية عالية المستوى وجود فتح وحماس والشعبية والجهاد والديمقراطية هذا يعني أنه ما فيه قائد عظيم ورئيس يعني أوحد ما فيه هيك شغلة عند الفلسطينيين يعني مش زي الدول العربية فيه ملك وفيه رئيس وفيه زعيم وفيه إلى آخره هو صاحب القرار ما فيه عند الشعب الفلسطيني وحد صاحب قرار حتى بما فيها الرئيس الراحل الخالد ياسع عرفات لم يكن هو صاحب قرار كان يحتاج دائما لقراراته أن يصل لقواسم مشتركة مع جورج حباش ومعناه في حواتمه ومراق الفصائل ولذلك العامل المعنى الإيجابي هو وجود هذه التعددية الفلسطينية أو هذا الخلاف ربما هل الخلاف سيساعد خلاف تباين اجتهادات مرات ترتفع وطيرته تصبح هناك خلافات وتصادمات مع الأسعب كما حصل بإحدى أهم يعني معاناة الشعب الفلسطيني وسبب تراجعه هو وجود الانقسام أو الانقلاب اللي قادته حركة حماس في حزيران 2007 واستمر يعني حتى شهر عشرة 2017 بالمصالحة التي تحققت لكن تحققت المصالحة ولكن لم تتحقق الشراكة المصالحة بدون الانتقال لموقع الشراكة بصفق يعني زي اللي لدينا بالمثل بيشربوا فنجان قهوة وبتصالحوا مرحبا مرحبا ولكن الشعب الفلسطيني بحاجة لشراكة لشراكة في الميدان في مواجهة العدو وشراكة على الطاولة في المؤسسات الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية وفي إطار سلطتها الوطنية طيب عند الحديث عن الشعب الفلسطيني قبل أسابيع عند إعلان ترامب لقراره بنقل السفار الأمريكي إلى القدس توقع الكثير من السياسيين والمحللين وربما أصحاب القرار في العالم العربي أن تشتعل انتفاضة ثالثة لماذا برأيك لم تكن هناك انتفاضة الحقيقة فيه سببين جوهرية السبب الأول أن الشعب الفلسطيني استنزف يعني خلال عشر سنوات من الانقسام من التناحر من الضغط إلى آخره إلى آخره مع العلم يعني قامت يعني مظاهر باسلة وشجاعة خلال السنوات العشر الماضية ولكن لم يتتوفر العامل الثاني اللي بدأت تحدث عنه وهو غياب الوحدة الوطنية ووجود الانقسام لذلك لندقق مثلا بانتفاضة الشباب أو ما يسمى بثورة السكاكين اللي بدأت بثلاثة عشرة الفين وخمسة عش شخص نسيت شو اسمه الأول الحلبي أول شخص قام بعملية طعن بالسكاكين في القدس وتواصلت باتجاهين الاتجاه الأول شملت شباب وبنات شباب وشبات ومن فلسطيني 67 وفلسطيني 48 يعني ظاهرة غير مسبوقة لا لكن كانت مؤلمة من ناحية الضحايا ولذلك يعني هناك أكثر من 200 و70 شهيد سقطوا من الشباب والبنات ببسالة غير عادية وبعمليات استشهادية وبعدامات على الأرض في الميدان ولكن لم تتحول إلى ظاهرة شعبية لأنها افتقدت للحاضمة السياسية ألم تقمعها السلطة سيد حمادة ألم تقمعها السلطة هذه خلي بس أكمل أوكي برجع لك للسلطة لأنه الأثنين قمعوها مش بس يعني فتح وحماس أيضا كلاهما بتحمل المسؤولية الظاهرة الثانية اللي حصلت في 17 أربعة 17 نيسان 2017 اضراب الأسرة برئاسة القائد الفلسطيني ماروان البرغوثي أربعين يوم أضربوا عن الطعام أربعين يوم من 17 أربعة ل 27 خمسة أربعين يوم مع الأسف لم تحقق هذه هذا الإضراب النتائج السياسية المطلوبة السبب غياب الوحدة الوطنية غياب الحاضمة التي يمكن أن تواجه العدو بموقف موحد ولذلك الآن كما قلت انتقلنا من مرحلة العداء والصدام بين فتح وحماس الانقسام بين الضفة الفلسطينية وقطاع غزة إلى المصالحة ولكن المصالحة غير كافية هذا يتطلب الوحدة الوطنية أن يكون هناك شراكة سياسية في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية بدءا بالمجلس الوطني الفلسطيني والمجلس المركزي الفلسطيني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وأيضا في السلطة الوطنية أن يكون هناك شراكة في المجلس التشريعي وفي الحكومة الفلسطينية هذا مع الأسف غير قائم لهذا الوقت هناك عقبات أمام هذا الطريق عقبات أنانية تنظيمية سياسية رغم أن حركة حماس وأنا أدعي أني خصم سياسي لحركة حماس لا أمثل هذا الاتجاه بالعكس أنا خصمه أنا بنتمي للتيار اليساري وهم بمثلوا اتجاه محافظ وتقليدي والآخرة ولكن حماس فصيل مقاوم مجاهد مناضل ضد الاحتلال قدم كل الاشتراطات المطلوبة منه حركة حماس وافقت على المبادرة الفلسطينية وأذعنت لشروط الرئيس الفلسطيني حلت اللجنة الإدارية لقطاع غزة وسلمت قطاع غزة وعبرت عن استعدادها للتعاون ومع ذلك لم يقدم الرئيس الفلسطيني ولا حركة فتح لهذا الوقت للتجاوب مع ما أنجزة لتقديم ما هو مطلوب وهو أن تكون المؤسسة الفلسطينية شراكة قد يكون ملاحظات حركة فتح على حركة حماس أن الخطوات لم تتحقق بالكامل قد يكون ولكن يمكن أن تتحقق هذه الخطوات في إطار الشراكة وفي إطار التعاون وفي إطار الوحدة الوطنية لا أن تبقى المؤسسة الفلسطينية ما زالت مقتصرة على لون واحد تقريبا فتح وحلفائها رغم وجود اعتراضات أو ملاحظات أو نقض من الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية بشكل رأيس هذا الخلاف هل أضاع فرصة انتفاضة ثالثة في وجه المخطط الصهي وأمريكي الآن؟ نعم ما زال طيب قلت أنه في سببين في سبب موضوعي خارج عن إرادة الشعب الفلسطيني بسبب ظروف أنت خصم سياسي لحماس ومعروف عن ذلك لكن أنت أشد الآن بموقف حماس طبعا في المقابل حماس أيضا لم تخرج إلى الشارع لم تقاوم في الضفة الغربية القرار الأمريكي شوف في الضفة الفلسطينية الكل خرج احتجاجا ولأخيري ولكن هذا يحتاج لتفاهمات ولتنسيق ولعمل مشترك هذا التنسيق والتفاهم والعمل المشترك يحتاج لمؤسسة تمثيلية واحدة الوحدة الوطنية أستاذ عماد يجب أن تقوم على ثلاث عنوين العنوان الأول أن تتم صياغة برنامج سياسي مشترك من كل الأطراف الفلسطينية لا أن يكون برنامج طرف على حساب طرف آخر بل أن يكون هناك صياغة سياسية لبرنامج مشترك وحركة حماس بالمناسبة أيضا على المستوى السياسي قدمت تنازلات مسبقة وإيجابية أعلنها السيد خالد مشعل في الأول من أيار 2017 في الدوحة في قطر أعلن برنامج سياسي جديد يقوم على الموافقة وقبول دولة فلسطينية في حدود عام 1967 ثانيا فك ارتباط حركة حماس بحركة الإخوان المسلمين وثالثا اعتبروا حالهم تنظيم فلسطيني يقبل بكل النتائج والتداعيات الفلسطينية ولذلك هم أزالوا العقبات السياسية عن طريق الوحدة الوطنية فإذن المطلوب الأول برنامج سياسي مشترك ثانيا مؤسسة تمثلية موحدة وأنا أتحدث عن أهمية الشراكة في إطار منظمة تحرير رسول تطل وطنية في المجلس الوطني والمجلس المركزي واللجنة التنفيذية ثالثا أن يتم اختيار الأدوات الكفاحية المناسبة ما هي الأدوات الكفاحية؟ الأدوات الكفاحية كفاح مسلح أو انتفاضة شعبية أو مفاوضات أو أي عمل هذا كله أدوات وليس مبادئ يعني الكفاح المسلح ليس مبدأ الكفاح المسلح وسيلة المفاوضات ليست مبدأ هي وسيلة الوسيلة من أجل الوصول إلى الهدف والهدف هو استعادة حقوق الشعب الفلسطيني الكاملة على أرض وطنه وخاصة حقه في العودة لنصف الشعب الفلسطيني وحقه في الاستقلال الفلسطيني على أرض فلسطين هذولا أهداف الشعب الفلسطيني ولذلك في غياب برنامج سياسي مشترك ومؤسسة تمثيلية موحدة وأدوات كفاحية متفقة عليها طبعا بيصير هناك إرباكات وبيصير هناك تعارضات وبيصير هناك عدم تفاهم بهذا الاتجاه وكلاهما يتحمل مسؤولية لا حركة فتح تمارس النضال الحقيقي الملموس كما كانت في مواجهة الاحتلال ولا حركة حماس أيضا تمارس النضال في مواجهة الاحتلال بل كلاهما يحول دون ممارسة العمل في مواجهة الاحتلال حركة حماس تمنع أي فعل كفاحي من قطاع غزة ضد الاحتلال الهدف الرئيسي لها هو المحافظة على سلطتها في قطاع غزة وفتح نفس الشيء ولكن بعد قرار ترامب صار هناك تسيبات وتساهل لحركة شعبية بهذا الاتجاه في قطاع غزة سمحوا للفلسطينيين أن يصلوا إلى حواجز الحدود لأنه ما في حواجز للحدود بإلقاء لهذا الحجارة على جنود الاحتلال وأيضا في الضفة الفلسطينية كمان أعطوا تسهيلات بهذا الاتجاه ولكن لا يوجد قرار مركزي من فصيلي وكل فصائل العمل السياسي الفلسطيني في مواجهة الاحتلال بعبر الانخراط في برنامج سياسي مشترك ومؤسسة تمثلية موحدة وعبر اختيار الأدوات الكفاحية المناسبة التي يختارونها هم وليس من هم خارج فلسطين السلطة الفلسطينية مرة أخرى لها علاقات مميزة مع الدولتين الجارتين مصر والأردن ماذا تملك هاتين الدولتين من أوراق للعب بها أمام هذا المشروع الأمريكي وأبدأ بالسؤال عن مصر كلتا البلدين الأردن ومصر ومصر والأردن مقيدتان باتفاقية كام ديفيد ووادي عربا بالتالي أنهم سقف بهذا الاتجاه ومع ذلك يمكن للطرفين أن يقدما الدعم والإسناد السياسي للشعب الفلسطيني لأن الهدف المرحلي لمنظمة التحرير الفلسطينية والشعب الفلسطيني لا يتعارض مع الموقف المصري ولا يتعارض مع الموقف الأردني بدلالة أن الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير حينما رفضت ترامب أيضا انعكس ذلك وانسحب ذلك على موقفين الأردن ومصر مصر قدمت مشروع قرار لمجلس الأمن يرفض قرار الرئيس الأمريكي وطبعا أحبط هذا القرار في 22-12 باستعمال حق الفيتو من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والأردن كما قلت لعب الدور رأس الحرب في مواجهة هذه السياسة أولا هو الذي بادر بعقد اجتماع الطارئ الوزراء الخارجي العرب في القاهرة ثانيا الملك سافر إلى اسطنبول إلى أنقرة والتقى مع أردوغان وعقدوا القمة الإسلامية الطارئة في اسطنبول ثلاثة مجلس النواب الأردني لأول مرة استحضر معاهدة سلام وحطها على الطاولة وأحالها لللجنة القانونية وهذا نقاش مهم وإن كان لن يكون له نتائج عملية ولكن هذا كمان رسالة أردنية للإسرائيليين بأنه حتى معاهدة السلام هذه ممكن تكون يعني موضع أخذ رد وتعديل وتبديل والآخرة وربما كان هذه الرسالة للطرفين لواشنطن واللي تل أبيب بهذا الاتجاه أربعة الأردن بادر مجلس النواب بعقد الاجتماع الطارئ للإتحاد البرلماني العربي ولذلك الأردن على الرغم من ارتباطه بمعاهدة السلام ولكنه مارس دور إيجابي في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني الأردن في هذا الاتجاه هو يحقق غرضين الغرض الأول هو حماية أمنه الوطني لأن المشروع الاستعماري التواسع الإسرائيلي لا يريد التجاوب مع حقوق الشعب الفلسطيني على الأرض الفلسطينية بل أنه يسعى ويعمل من أجل جعل الأرض الفلسطينية طارضة لأهلها وشعبها وبالتالي التعلمة هي طارضة لأهلها وشعبها فبدو يكون الأردن هو الملاذ لهروب الفلسطينيين لطرد الفلسطينيين إلى آخره وبالتالي هذا يشكل أعباء يعني جديدة ومتفاقمة أمنيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا على الأردن ولذلك الأردن بمارس سياسة دفاعية للدفاع عن أمنه الوطني من أجل جعل وإبقاء القضية الفلسطينية هناك على أرض فلسطين لأن المشروع الاستعماري التوسع الإسرائيلي نجحها بعد عام 1948 بنقل الموضوع الفلسطيني ورميه في الحضن اللبناني والسوري والأردني والمصري وبالتالي أصبحت القضية صراع بين الفلسطينيين والأردنيين بين الفلسطينيين والسوريين بين الفلسطينيين واللبنانيين إلى أن أتى الرئيس الراحل ياسع عرفات آخر إنجاز حققه أنه نقل الموضوع الفلسطيني من المنفى إلى الوطن صار العنوان هناك على أرض فلسطين والصراع هناك بين الطرفين بين الشعب الفلسطيني من طرف وعدو الشعب الفلسطيني من طرف والشعب الفلسطيني لا عدو له إطلاقاً إلا عدو واحد إسرائيل التي تحتل أرضه وتنتهي كرامته وتصادر حقوقه ولذلك الآن نجد لا يوجد أردني على الإطلاق ولا سوري على الإطلاق ولا اللبناني يمكن أن يكون مع المشروع الاستماري التواسع الإسرائيلي بل كل الأردنيين كل السوريين كل اللبنانيين كل المصريين هم مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدو الواحد العدو الوطني والقومي والديني المستعمرة الإسرائيلية على أرض فلسطين ولذلك هذا شيء مهم أن البلدان العربية المحيطة وخصوصاً مصر والأردن تملك أوراق إيجابية لدعم وإسناد الشعب الفلسطيني لكن هذا الدعم هذا الإسناد غير كافي أمام قوة ونفوذ الطوائف اليهودية وقوة ونفوذ الولايات المتحدة الأمريكية الداعمة للمستعمرة الإسرائيلية بنستحدث من عمان عن موضوع الوسائل هاشمية طمأن الأردن ربما لكن هل هذه التطمينات فعلاً صحيحة؟ هذه صحيحة ولن تتغير ولكن هذا لا يعني السيادة الأردنية أو استعادة السياسة الفلسطينية على أرض داخل الحرم على القدس إنما في داخل الحرم مسجد هناك كما يقال بالتعبير السياسي الوضع القائم الحفاظ على الوضع القائم على الأقل هذا يبعد الخطر عن المسجد الأقصى نعم القضية أستاذ عماد المسجد الأقصى في ضميرنا ولكن القدس ليست المسجد الأقصى فقط القدس أرض وشعب وسيادة والقدس للمسلمين والمسيحيين أيضاً كنيسة القيامة في القدس ولذلك لا نقلل من قيمة وأهمية الوصاية الهاشمية الأردنية على المسجد الأقصى ولكن ليست هذه القضية ليست القضية الحفاظ على الوصاية الأردنية الهاشمية على المسجد الأقصى القصة هي أكبر منها هي عنوان هذا العنوان هو بشكل غطاء حماية من أجل حماية المسجد الأقصى نعم ولكن المسجد الأقصى بدون القدس هو مجرد مسجد هو حجارة لا قيمة له أكثر من الحجارة هي قيمته المعنوية والدينية والمبدائية والعقائدية بالنسبة لنا ولكن هذا هو المدخل من أجل الحفاظ على فلسطينية القدس وعلى عروبة القدس وعلى إسلامية ومسيحية القدس القدس ليست إسلامية وليست ملك للمسلمين القدس ملك للمسلمين والمسيحيين في نفس الوقت ولذلك يجب أن يكون النضال مشترك بهذا الاتجاه وحينما هزم المقادس نتنياهو في جهر تموز الماضي كانوا رجال الدين المسلمين مع رجال الدين المسيحيين حتى الكاميرات فيما سميت معركة البوابات كل أيتنا شفنا مسيحيين كانوا يقفون في طوابير مع المسلمين ويؤدون الخشوع كأنهم يصلون مع المسلمين ولكن هذا تعبير عن دعم وإسناد هذا الخيار الإسلامي بالحفاظ على إسلامية وقدسية المكان ولذلك نعم القدس بالنسبة لنا شيء مهم ولكن هذا الشيء المهم زي الظرة في المادة هي القلب ولكن هذا القلب بدون جسد لا قيمة لهم أستاذ حمادة أريد أن أتساءل عن موضوع الذي يتحدث فيه بعض الليبراليين العربي بأن الصراع ليس ديني وهو صراع سياسي بنس في إسرائيل خرجت من هجوم الواضحة عن نبي الله إسحاق من الروايات اليهودية وعن سيدنا إبراهيم في الروايات اليهودية بعد كل هذا أليس من الواضح أن الصراع هو ديني أيديولوجي وليس سياسي؟ الصراع هو أولا وطني بين كل الشعب الفلسطيني وعدو الشعب الفلسطيني الذي يحتل أرضه المسلم والمسيحي وحتى اليهودي الذي يؤمن أنه فلسطيني وأنه جزء من الشعب الفلسطيني هو جزء من هذا الصراع ولأن ذلك القائمة المشتركة الفلسطينية في الكنيسة الإسرائيلية فيها واحد يهودي إسرائيلي وطلع مع النواب العرب ضد بنس فإذا أولا وطني ثانيا قومي كل العرب في مواجهة العدو الإسرائيلي من وجهة نظر بنس هو ديني في الأول ثالثا هو ديني نعم إسلامي مسيحي في مواجهة اليهودية والتهويد والأسرلة وهذا بنس هو جزء هو قاسم مشترك بين المسيحية واليهودية يعني هو يؤمن بأيدولوجيا بهذا الاتجاه ولكن هذه الأيدولوجيا هي أصلا تضليلية لأن المسيحية أصلا هي من بلادنا المسيحية ولدت في بلادنا المسيح فلسطيني ولذلك الرئيس الراحل ياسع عفاد كان يصف أنه شهيد الأول لأكثر من سبب أولا لأن الاستعمار الأجنبي الرومان هم الذين عدموا وثانيا لأن اليهود تواطوا عليه وتآمروا عليه وتجسدوا عليه هم الذين فسدوا عنه وسلموا للرومان وبالتالي ويعني طم واقعيا تم إعدامه تم صلبه ولكن نحن نؤمن بأن هذا الصلب جاء للجسد وليس لروح السيد المسيحي فلذلك نعم هذا الصراع وطني صراع قومي صراع ديني بيننا وبين هذا المشروع الاستعمار التواسع للإسرائيل لأن أيضا الصهيونية هي التي تعتبر أن مجالها الحيوي هو اليهود وعودت اليهود إلى فلسطين ولكن يعني على الرغم من أننا نؤمن ونحترم بسيدنا إبراهيم وبإسحاق وإسماعيل والآخرين ولكن إبراهيم ليس فلسطيني إذا كان إبراهيم إبراهيم جاء من العراق موسى لم يدخل فلسطين مات هنا في شرق الأردن وهارون مات في شرق الأردن في البترة يعني موسى مات في مادبة وهارون مات في البترة وهم جاءوا من مصر فلذلك لكن المسألة بالنسبة لنا ليست يعني من أين أنت وكيف أنت هي وطنية قومية ديني هي مسألة سياسية إيدولوجية هي تراثية ولكن إذا كانت المسألة أن اليهود أقاموا دولة سبعين سنة بهذا الموقع أو ذاك ومية وأربعين سنة إلى آخره طب ما الشعب الفلسطيني سيرؤى بصروا ألاف السنين على أرضه والعرب والمسلمين استعمروا الأندلس تمنمائة سنة والأتراك يعني احتلوا أو حكموا بلادنا أربعمائة سنة اسمح لي الوقت أدركنا شكرا جزيلا لك لا شك أنه صراع طويل لن ينتهي شكرا جزيلا لك الأستاذ حمد أفراحنا عضو مجلس النواب الأردني الأسبق أعزائي المشاهدين دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة